السلام عليكم مساء النور مساء الخير خوتنا بختجوا الله يخليكم بختجوا علي بالكم ورانا سينيال صفحة نتعنا راهية بلمغ لكم وش خباركم توحشتكم يا وجوه الخير وش راكم موني العربي مساء الخير ياسمين مساء النور حبيبتي على مارس مساء الخير مصطفى مساء الخير وش راكم خوتنا وش خباركم وش حوالكم كيف ش راكم دايرين أزل 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 ولا نزل أنرزو لنكنو هي خرجت عبارة وحدو خردوك أقل لك نتكسروا منطحوش هالشابة ما شاء الله وش راكم نزيدوا نطلعوا شوية أخوتي نزيدوا نطلعوا شوية وش راكم يا الحباب يا العزاز دياولي يا البنابن يا البنابن يا الشابين هي الله الأحرار في كل مكان وفي كل الدنيا تحية كبيرة 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 لخوتنا لكل الجالية الجزائرية في كل العالم مساء الخير مساء النور حنان مساء الخير حبيبتي حفظة مساء الورد والياسمين حسينة حبيبتي ألوغ موح بركة دي ليندا مساء الخير حبيبتي بالنور مساء النور والورد سامير مساء النور الزول 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 مساء الخير لكل الجزائر وشعب الجزائر الحبيب وكل 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 راجل اللي في حل وكل مرة فحلة وكل الناس مساء الخير والنور والهنى وأكيد الأشقاء اللي رهم يشاهدوا فينا ولم ننسوا أكيد مغربنا العربي يعني مطلوغتوا مغربنا الكبير لم بعدناش القلول العربي مغربنا الكبير مع احترامي لكل العرب مع احترامي لكل العرب مغربنا الكبير تحية خاصة وكبيرة لهم ليبيا تونس موريطانيا خوطنا لي في المغرب الشعب المغربي اللي يحبنا ونحبوه مساء الخير مساء الخير مساء النور مساء الهنى أنا تقريبا ألف نبدو الأخر دينا باش باش نتضبع ونشوفكم وشراكم مساء الخير والنور والهنى الله يحفظك ديامون وغرب يحفظك أختي لي تهبري ما شاء الله عليك خديجة شكرا أختي أنا وحدة من معليش شكرا نقبل يا سيدي أنا فحلة من الفحلات اللي في بلادي والحولة اللي في بلاد بلادي مساء الخير مساء الخير عليكم ومرحبا بكم كلكم نرجع ونقول حتى الأشقاء اللي موجودين معنا وأهلنا في المغرب الكبير أتزول في اللون أكيد دولة مدنية أكيد أخي دولة مدنية هيا أنا نضحكوا شوية نهضرو شوية وش خباركم نهضرو اليوم عن الحراك وماذا تأثيره اللي مازل موجود حتى رانا تسع شهور من اللي حبسنا اللي مغش في جلب يسير الكوفيد ومازلنا وزدنا سيطنا زاد علا وزاد طلع حتى في هادا تسع شهور صدقوني صدقوني أنه الحراك منتعنا والأحرار والحراير أنه سيطنا راه زاد على أكثر وأكثر علاش دوك أنا أقول لكم علاش لأنه الحرب اللي راه تشن من الأبواق اللي يقولوا على روحهم محللين سياسيين ومدونين باسم الجزائر اللي حتى الجزائر راه متبرية منهم هاج هبلوا هدا يعني أنه احنا ران على صواب هدا يعني أنه احنا ران لا يخليك أخي هدا يعني أنه احنا كلامنا راه يوصل وراه يقيس في الصميم وهد الموضوع هذا إليه تخيز امبورطان تخي 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 تخيز امبورطان عابلكم اليوتيوب اللي الحلو الحراك والحراكيين وزاكية قالت وكريم طابو قال وبو مالا قال وفلان قال وهدك قال وهدك دار وهدك ما من البتجون اللي عندهم دي كونت غير هكذا تسمع أسموتهم عندهم ويجبدون بالواحد بس الخير فؤاد خويا فيا يا سبحان الله الحمد لله يا ربي مع أنه كان يقولوا علينا بللي احنا اقلية وبللي احنا ما راناش كتار وبللي احنا يا رانا 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 حشاغم الى احنا شير ديما هكذا مجموعات صغيرة مجموعات صغيرة لا تزيد لا تنقص وأبواقهم تكسرت خلاص راهي كما يقولوا كما يقولوا خوتنا في الغرب الجزائري تفرعت صحي من كتر ما بوقوا حسهم بح علينا وصحيح تأكد في هاد الفترة الاخرانية أن الحراك ما زلوا قوي وإحنا ما زلنا أقوي ما زلنا موجودين ما زلت كلمتنا توصل وتقيس وتجرح هذا هو فأنا جد سعيدة سعيدة جدا ما تقدرش ما تقدرش نصور لكم مدى سعادتي بهذا بهذا الكون هذا الاجتنتاج اللي وصلنا له أنه احنا رانا راعبينهم هاد الأبواق رانا راعبينهم هاد الأبواق وأنه احنا لا يحفظك يا أخي محمد زام أنه احنا رانا على حق وعلى صواب لأنه لكان احنا صح رانا أقلية وأنه نص الشعب الجزائري ولا تلت رباع الشعب الجزائري رهوا ضد نحنا ما نبانوش نحنا ما نبانوش نهائيا ولا كلمتنا توصل ولا لايفتنا توصل ولا ما نشرنا توصل ولا تنديدتنا توصل ولا كلمنا ما يوصل ولا شي فالحمد لله يا ربي والله وعلى بالكم هما سمحوني على هذه الكلمة البلادة وصلت لهم من هنا حشا وتشكم والتحمارية وصلت لهم من هنا وهم ما يقولون يا جماعة أنا كم مكتسح دو الدنيا عجيب عجيب أنا نقول آه يدون للايف ديال يقسموهم يدون يشوفوهم البوق تاوحهم كما البوق كما البوق تع تع لندن نخبي تم ويهضر على تللياته وبنت سياده لو كان ركلنا هنا نعيط عليك الطح بلا ما نضربك نعيط عليك برك الطح إيه أنا محمد في الحياة العادية وكي نطلع المصرح إنه اللي زكية وهذا يشرفني هذا يعني إنه أنا امرأة بنت الرجال أنا ما كانش معايا الهزار والخزابلات هذي كديلكم هذي كدصار ديالكم الجايحة إيه أنا محمد ويشرفني أنت مليسيد الخلق بالاسم وبالدين أكتشف بلي أكمتشف بلي أنتو ما هنا والو زير وما كان والو ولا شي انت عركت كل العالم كله إنه هذي الإنسانة شريفة هذي لما في النهار تكون محمد وكي طلعت غنيت ولي زكية الحمد لله يا رب العالمين أول مرة نشكرك ونقول لك مخسي أول مرة نشكرك نقول لك مخسي على غابائك هذا ما كان فأحبابي وخوتي وناسي الحمد لله الحمد لله إنه أحنا كل ما كل ما رأنا نتقدمه كل ما حراكنا راه ويزيد يترصم أكتر ويترص أكتر الحمد لله إنه أحنا دائما على كلمة الحق نلتقي أنا لما خرش في 22 وشفت خوتي وخواتاتي وولادي يبكوا في الحراك من القهر من الصمت اللي طال لمدة سنين عاهدت نفسي عاهدت الله وعاهدت نفسي أني ما نتوقفش يعني في بالكم يا الأبواق أنا مع لباليش بلينتوما ومحاولاتكم ومخططاتكم القذرة أنكم راحين تتصدوا لي بأقدر شيء ممكن تدروه لأنكم أنتم ملوك القذرة يعني في بالكم على باليش على بالي فهذاك التخويف وهذاك الوخطات ريح ونراك ما نقول لكش يا قرد لأنه القرد أجمل منك كما ضام جميلة بحرد أمنا المجاهدة العظيمة قلت عليها خائنة وعم الاخضر الله يرحمه وينوره المجاهد الكبير وجهد الطورتين طورة التحرير الوطني والحراك السلمي قلت عليه منتح الشخصية غيره وأنه إنسان خبيث ويتخابر مع دول أخرى يعني أنا رايح أنسلك منكم ولا تهموني آخر همي فيكم وفي أمثالكم نعاودها لكم ما تتشالوش من الأرض وكلمة الحق نقولها اليوم وغدوة وغير غدوة أنا بنت بابا الحمد لله أنا بنت بابا هذا القبيل الحر تحب وخالفة تزيوز الجبل الجبل كما تقولون أنتم مضشرة وتعوجكم مضشرة تعوجكم مضشرة تلحقوها يا مرتزقة يا مرتزقة أنتم المرتزقة أنا الحمد لله أنا أنا طنع عمري يخين تلكم كنتم تعيطوا للبغجواز أنا زد في فيلا في لوسندي والحمد لله يا رب العالمين أخي ربي قال لك أما بنعمتي ربي فحدث ماشي زوخ ماشي زوخ أبدا إحنا كلنا سواسية لكن أنا بنت الخير أنا كحلي تعيني يلقيت لك بواتور في الجردان أنا زد في البلو بل اغران فيلا جو لسندي الحمد لله يا رب العالمين وقدت نغني في أمريكا تغزو كنتم كنتم تسمعوا بالعملة الصعبة أنا كنت نخلصها دا كنتم لما يركم يرمو لكم فتاة ولا كنتم تدوال كنتم كنتم جتابل أجتي اشتعملكم لا يرميك من بعد بعد سيلانس راديو ما زدو سمعوا بكم فإذا بيه ستكلم ستكلم دا كون ما تقول كلم كبيرة عليك بزاف بسبب يرمو لجوغ وانت فكرة تأتي للجزائر لا ترى الرجال الحقيقي كيف يرمو نحن في فميلتنا نسى ما يهضر مع القادرات عنا الرجال هي التي تهضر دا وكين المحاكم التي قلت لكم أنا فرحانة سعيدة جدا جدا أنه أنا دائرين حالب لما نخرج بالجمعة لما نخرج الثلاثة ونحن رأنا الدنيا هي مقلبة الحراك الحراك هذا يجب المساكن المساكن الذين يرفضهم على منشور البارح نقرأ أنه هو المتهم وبابه الشاهد على منشور عنده ستشور سيموا سيموا غلق الأخر يقلوا بس كان عنده إنسان يحضر فيها لها الدرجة لها الدرجة هذا يعني أنه نحن رأنا على الحق هذا يعني أنه كلمتنا رأيتوصل ونحن على الحق الحمد الله يارب العالمين هذه نعمة من عند الله سبحان وعز واجل أنه رأنا قاعدين في ديارنا ومرأ نشلو خرجوا في الحراك والدنيا راهيم قلبة مينة حمدن مساء الخير حبيبتي مساء النور والورد ولياسمين صديقي فؤاد زوز المناضلة كل بنات بلاتي بناتي بنات بلادي مناضلات الحمد لله وفحولة نرجع ونقول أنه وقت الشدة الشعب الجزائري الحر الباس 43 و44 مليون و46 مليون حتى اللي رأهم في الخارج قلبهم حارين على هذه البلاد وعندهم من نيف وعندهم من نخوة يجوا يقفوا صف واحد من أجل الجزائر إلا الخوانة هما لي تخباوا حشكم كيل فيران أما المقصلين أولاد هذا الوطن كلهم يقفوا كرجل ومرأة وحدة هذا أنتو كلكم تعرفوا هذا الموضوع كلكم تعرفوا هذا الموضوع فما كان لاش تزايدوا الحراكيين يكرهوا الجيش ويسبوا في الجيش وإيك يقولوا دولة مدنية أنه تكون الأحكام وتكون القرارات مدنية دك يعني تخرج من المورادية هوليك هوليك الهدف تنعم أما الجنود نرجع ونقولها للمليون تاج رأسنا وحماة الوطن يعني مستوى محابط لها الدرجة حاجة تضحك على حاجة يقل لك شروا البلية بما يضحك قسم بالله العلي العظيم يعني محابط 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 سوري لأبو قاعد كيف تقول عجوز الله يرحم ها جدة ولادي يفسفس كل مصر أنا في المقلع في الطاجين الشوية يقول تحياتنا لأهن للشوية كامل وكل الشعب الجزائري يخي والله العظيم غير بغ ما الله قال شو تقول باك وزيق من من القشو وشو نقول ناس مجاهدين داروا الثورة وحاولوا أنه يمسحوا بهم الأرض حاولوا ما قدروش يمسحوا بهم الأرض لأنه مادام جميلة بحير قاعدة الفوق في السماء وعم يخضر كيف كيف لا يرحموا نعم دا كو ولأنه ربي ما خلكم ش ما قبل للكم ش أنكم تمر بدو حتى حتى خرج وما تفيد أهل وناس والجنازة كانت أكثر من ملكية أكثر من ملكية لأنه هذا ربي سبحانه عز وجل ما يلحق كم ما توصلوش ما تقدرو دير والو أمام الله ومشئة الله فلهذا أنا راني فرحان أنه دولة القانون دولة المدنية ستكون ستكون بحول الله تعالى وإحنا رانا قاعدين كما قلت لكم خوتي نروح إحنا ويزيد 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 ويحق ومور وليمور وعلى الأهد باقون هذه هي أهم حاجة حبيت نقولها لكم اليوم فهمتوا كين بعض الناس الله يرحم ونعم وعم الاخضر كين بعض الناس اليأس ساعات يعشش في قلوبهم ونقولهم شوفوا بركوا شا هو صاير تعارفوا أنه كين أمل تعارفوا أنه احنا ما زلنا ما زلنا ما زلنا الحراك ما زال رانا هنا والدنيا ما زالها طويلة هذه هي وان شاء الله كل الخوانة يتحاسبوا وكل السراقين يتحاسبوا وكل واحد دار يخلص بإذن الله الواحد أحد خوتي نرجع دائما ونقولكم أنه الجزائر 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 العميقة تخرج على العاصمة 20 كيلو تلقى الناس عايشين في حياة عايشين حياة مدرية في فقر كبير ما عندهم حتى شي فكيف لنا أن نهتم بقضايا دول أخرى أو بلدان أخرى وإحنا عندنا ناس عايشين على هذا دكو فباش تكون قوي وباش لما تخرج ولا تتكلم على دولة وحدة أخرى سواء تاخد صفها أو تكون ضدها لازم تكون أنت مت داخل مصفي نفسك مصفي مشاكلك مصفي أمورك دكو عندك شعبك يعيش يعيشها ماشي ما نقولوش ما نقولوش جاي ما نقولوش نقولو محترمة عيشة محترمة دكو وهذه المجالات اللي هي أهم شي هي هي التعليم هو الطب هو السكن دكو هو العمل اللي جان اللي قاعدين بالخدمة دكو بشنا نروح نروح نتكلم على أي دولة كانت ونوري روحي بللي أنا 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 ما نحبش ما نحبش الحجرة وأنا عندي شعبي رهو محقور الداخل ثلاثة ثلاثة ربعا شعبي رهو محقور وما عندوش هذا هو التغيير اللي احنا طالبينو كما قلت لكم ديك أنا نتمنى نعيش في دولة إنو ما يكونش فيها عائلة بكاملها ما عندهاش اللقمة يتعشوا بها يموتوا يباتوا بعد شر يموتوا يباتوا وهو ما نشر للجوع كي يشربوا الماء سخون في الليل يسخنوا الماء ويشربوا لكي لا يشعروا للجوع ديك نحطوا رجلينا في العرض ونخضوا الأمور بجدية ونرغلوا مشاكلنا هذه هي ولي حبي بواق من نحط نارة خلاص الدنيا حبابي وخوتين على بل بكل هاد الأشياء بكل هاد الشي اللي نراني نقول فيها انتم ما شاء الله لكم كي نقرأ تعليقاتكم نلقى روحي أنا راني نتعلم منكم كالعادة كالعادة انتم قدوتي وانتم عزوتي وانتم أهلي وناسي انتم ساندي ساندي في هاد الثورة السلمية الثورة البيضاء دك ف على بل اللي تعرفوا كل هاد الشي بسح ما عليش نذكروا الناس اللي يجدد دخلوا معنا ولا الناس اللي حتى اللي يكرهونا مش مشكل خليه بلك ربي يهديه ويسمع وش حنا رانا حبين وش رانا وش رانا نطالبو وما نش رحين نسكتو وما نش رحين لا نتعبو ولا نعياو لأنه احنا الثبات ثم الثبات وعلى العهد باقون هذا وش حبيت نقولكم كي نوحد الحكاية راهيو شغل وسائل وسائل سوشي ميديا يوتيوب ايه 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 الطعام السيدي وال ايه الطعام وال ايه والأكل التقليدي والله توجه ونرجع ونقولكم هذا شي ضحك دوك احنا اللي الشي اللي ناران نعرفوه واللي واللي تسرق ولا 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 تاخذ في وقت اللي كانت الدنيا سايبة والدولة سايبة وما كان حتى واحد يحارس ولا واقف على أي شي على طراث على طراث بكامله لهذا الوطن الحبيب إلا ما يرجع لما قد نش رجوع ونيرجع أولادنا لأنه هذا الجيل ما شاء الله عليهم فاطنين وعلى بلهم بكل شي دونك ما كلش نضيعوا وقتنا في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا الاشهار اللي ما كي ما يقول لك ما يجيب لك لا جمل ولا ناقب غيان جوتو طعام مغاربي طعام جزائري مرحب الله يبارك ما شي مشكل لكن خلونا خلونا احنا نعيشوا في سلام خلونا احنا ولادنا يكبروا في سلام خلونا احنا ولادنا هذو يلقوا خدمة باش ما يرحش يحكم البوطيء ويحرق هذا هو الأهم اللي لازم نتكلموا عليه ولازم كما وزيرة البرا والخير قالت لهم المرأة ليس تعرفش تكور مش يتفتل مش يتفتل لأنه لأنه طعام يتفتل قالت لهم ليس تعرفش تكور طعام أي كارثة قالت كارثة بمعلى بريش وش من الأخر قالت سيداتي ما تعرفش تكور طعام كيف هي هذه المشكلة كيف هي هذه القضية التي تطرحت أمام المالة قدام القنوات والدنيا كيف هي يا سيدتي يا أختي العزيزة يا الحرة كيف هي ما تعرفش تكور طعام وليو وليو نقوله تفتل طعام وحتى هذا الكلام ليس هذا هو الذي ينطق به وزيرة ولا وزير لم أكن أحب أن أتكلم عنه لكن كل سنة قلت نرى مرأة مرأة ويبع ويقول لي والله لم أرد ما نقول أولا أنا مرانيش نتبع في الساحلة في النية ولا ثقافية لأنه أصلا منعدل ما كان حتى شي وحتى من قبل الحراك ما كان حتى شي وكي مسبقت وانا قلت لكم أنا إنسانة ميزاجية أنا يمالاه رحمة وفت قاعدت في الضارة بقى سنين لأنه ما بالنسبة لي قلتها في عدة بارة من شفتي الفيديو يما هي اللي اللي عملت مني زكية محمد نحكي لكم واحد الحاجات تضحكو شوية أحكي لكم شوية على حياتي الخاصة عائلية يما كانت خير لي حوايجي كيفاش مشتشعري مما كي بديت نكبرها كشوية وكنت في دماشق وكولت معروفة مشهورة في المشرق كما تشوفش ربما نلبسهاش قولي لا لها دي محلولة شوية منها لها دي كتفها طايح كنت كن جو سفي في تليفزيون ونجي داخل للدار لأنه في تليفزيون ما تكونش معي لأنه كانت معي باستمرار وين ما نكون تكون معي في كل سفريتي كانت تكون معي هي ولا واحد من من الأسرة ونغلط ونضحك نضحك هكذا زعمان نضحك علي باكم كنت كنت جي داخل للدار نولي هكذا بالخوف تقول لي اضحكتي وما تحش ميش تقول لي اضحكتي وليتي سنانك خلاص صحي تقول لي وليتي ما تحش ميش صحي هذه هي يا إما الله يرحمها فتستاهل أني وقد عليها ربع سنين وربعين سنة في الدار فهذه قلت لكم فأنا إنسانة ميزاجية نرجعون نولي للسحة الفنية حكيت لكم هكذا حاجة بسيطة برك من كانت هي أمي تلك المرأة العظيمة العصامية اللي دارت مني زكية محمد لدركة ولو يقولوا فنهار فنهار فبن بكري هذي قالها هذي قالها اللي كان يعطي لهم لشامبغ ويعطي لهم لزنفلوت فلمهرج نتبش يشكره قالها ابن تركي كان يقولهم هاد الدرياء فنهار محمد صدري صح أنا قوية شخصية أنا مشيف أنا مشيف أنا مشيف مطربة صالونات أبدا ولهذا من وانا عمري 17 سنة كنت أنا هي ممثلة الجزائر في كل المحافل وفي كل الدول ذاكب لهذا وكل كل حاجة وطنية كنت أنا اللي نكون فيها كانوا يجيبوني من مصر يجيبوني من أردن يجيبوني من سوريا يجيبوني من أي دولة كان قلهم عندي عقد ما نقدرش نجي يقولوا لي يدبره راسك ونقولهم ما يطول الفنانة فلانية يقولوا لي ما عندهاش وطنياتك هذه هي الحقيقة لأنتم ما تتجاهلوها لأنه ما كانتش ما عندنش صحافة فنية ولا ثقافية سخت الصحافة الفنية ما كانش منعادمة وكلها وكلها مسيسة تمشي مع مع نرجع ونقول ونقول يعطوهم لشو مو يعطيهم لذنفلوب لشيشكروا لشيشكروا لفستيفال بيدون المهازل اللي كانت تعمل ما نقولش كلها لكن في في العشرين ولا طناشن سنة الخرانية طناشن سنة خليني نرح تال طناشن سنة مهزلة كل شي مهزلة فهذا هو أنا أعطيت لكم هكذا نبذة صغيرة ولأني أنا كنت نمثل الجزائر وما زلت نمثل الجزائر وإنا حتى كنخرج في حتى كنخرج في أسبوع تقافي ولا نرحوا تبادل فني ولا كانوا في الوزارة قولوا زكية محمد هي اللي تهضر مع الجرناليست وما زل كل ما نسجله موجود وأنا أصغرهم أنا هي أنا هي في جيلي كامل ومسو دريا صاره حي وعلى بانو شاني نحكي داكو كانوا يقولوا في البنة زكية تهضر لأنه لازم تكون عندك ثقافة لازم تكون عندك ديراية لازم تكون لازم تكون ملم داكو لازم تكون ملم لذلك لأنني أنا زكية محمد محمد نحضر في السياسة ونقول على رأي ونعبر على ولاد شعبي وعلى بنات بلادي وعلى ولاد بلادي زواء ولمساكن المحقورين ولا وأنه يحقرين حقر مشي أضعاف مضعافة يتبادل أربي يبادله داكو إيه نهدر نهدر اليوم وغدوة وغير غدوة في الدول المحترمة اللي تحترم نفسها الفنان عنده كلمة والفنان يبدل بزاف حوايج لما يكون صادق ويوقف مع شعبه اللي هو قضيته الأولى والأساسية في الدول اللي تحترم نفسها لكن لكن بما أنكم أنتم طبالين يا الأبواق سنوما تنخلعوا كي تلقوا فنانة مثقفة وتحضر في هذه المواضيع لأنكم موالفتون لغالب عليكم ثم تعصالونات وتعها وتعتمس خير وتعها كل أخر لا لا أنا في وقت الجد أنا في وقت الجد قلنا لكم باليسكات خلاص مخشا غير مكانش لتخا إلا دماغي ولد عميروش مارشريير ما يقول لوش إحنا مش قدر الله يرحمه المجاهد الكبير عميروش إحنا أولاد كل المجاهدين كل شو هذا إحنا أولادهم هم مضخرة لنا وتاشفوا قراء سناء داكو هذا وش حبيتنا نقول لكم فا والله يا فرحة والله يا فرحة أنه أنك توصل هذا لكل أنه أنه 19 شهر ما خرجنا والدنيا رهي مقلبية لنا زاد زاد الشيء زاد زاد الشيرة وزاد أضعاف مضعفة والحراف والحراكين داروا والحراكين واسوا وهذا كويهدر وهذا كونك الحمد لله يا رب العالمين والله الحمد لله يا رب العالمين لهذا خوتي وحبابي وناسي يقولكم مشي لي محزمة قعمرة ولي دير شملها قع رجل هاد الكلام كانوا يقولوها بكري عند النواي الخوالي إلما كم يقولون الأشياء إن شاء الله ستصận كل حاجة تقول لي المواطحة بالصبر والثبت هذا إذا وش أبيتنا أقولكم إن شاء الله دائم على كلمة الحق نلتقي قتلوا ملمناشر ما تصطوتوش ولا نرهم في السجون داكو نقاز خالدرارني بزبزب موسيو بالنعم بزبزبزب القائمة طويلة البتي جان ديالنا محمد تاجت ننسى دايمن لنانت فامي ديالوية سامحني شاعر الحراك فالغضونك نقعدو كيما رانا وان شاء الله الحراك هنا الحراك فكرة والفكرة لا تموت وهو الحراك فينا وفي قلبنا تحية الجزائر المجد والخلود ليشهدأنا الأبرار داكو ويحياو الفحولة يحياو سبوعا انتعنا رجالنا اللي هما سندنا ويحمونا في كتفنا ويحياو الحرات في كل دول العالم وأكيد 48 ولاية انتعنا وان شاء الله يا ربي نبقى ودايمن ها قدع يد وحدة 48 ولاية ما يفرقنا حتى حد وعلى كلمة الحق نلتقي وننحبكم والحراك مستمر ثورة سلمية ثورة الشرف مستمرة الزول في اللون اشتركوا في القناة